اهلا بكم مرة تانية ده فيديو بسيط هقدم فيه انطبعات سريعة بعد تجربة 3-4 ايام لريد مي نوت 13 برو 5 جي واحد من اطلاقات سلسلة ريد مي نوت 13 اللي ظهرت خلال 2024 من شاومي مصر اصدار ده متوفر حاليا بضمان سنة من الستوفي جروب مع انظمة تقسيط في كتير من الستورز والمحلات في مصر حاليا وحتويات البوكس كالمعتاد مفيش فيها جدي اوسكر ده بوزوج الشرحتين شهادة الضمان مجموعة كتابات وجراب سيليكون هنا استيكر بيوضح اهم ومواصفات الموبايل اهم حاجة بتلمع في مواصفات الموبايل ده هي وجود كاميرا بمستشعر ضخم 22 ميجا بيكسل داعم للاو اي اي اسا والاوبتيكال امي جي ستابليزيشن شاشة 120 هيرتس بحواف متناسقة وقليلة جدا ومستشعر بصمة اوبتيكال تحت الشاشة شاحن ضخم كدر 67 نواط وبطارية 5000 ميلي امبير وعالج ميديا تيك الشهير اللي هيلي جي 99 الترا اللي بقدم اداء محترم جدا في فئة 13 الف جنيه حاليا ده شكل الجراب مع الموبايل حقيقة شكله مش عملي ومش لطيف والفراغ الكبير ده ممكن يخلي الظهر او الكاميرات عرضة للكسر واسنان الاستخدام ده شاحن الرهيب بستوعة ستين واط موجود في علبة الشراء شاحن وكبل بجودة عالي جدا هتشعرهم بشكل مفاصل هيعدي الالف جنيه او ما يعادل 25 دولار فوجوده في علبة الشراء ده هيعتبر شيء عظيم جدا هتاخد من الشاحن ده خمسين في المية في حوالي 16 دقيقة ومية في المية بطارية في حوالي 46 دقيقة اداء البطارية الضخمة 5000 ميلي امبيري واعتمد عليه خلال يوم كامل من الاستخدام على اضاءة 50% واستخدام 4G حريص اثناء اليوم تصميم ريدمي نوت 13 برو 5G ينتمي لشكل تصميمات سلسلة ريدمي نوت 13 شكل الموبايل مع الجراب مش بيبرز جمال التصميم وممكن يكون يعني سبب في كاسر الظهر او الفريم زي ما قلنا وانصحك تعمل تغليف حراري او تلزأ سكرين كربون فيبر على الموبايل او على الظهر قبل ما تستخدم الجراب بروز مجموعة الكاميران الخلفية يعتبر عالي وموجود على دراجتين والبروز الضخم ده ناتج عن وجود مستشعر 200 ميجا بيكسل للكاميرا الاسسية 200 ميجا بيكسل جهاز ده بيدعم اضافات وخلطة شاومي المعتادة ستيريو سبيكر ودعم دول باتموس في النظام منفذ 3.5 ميلي مايك عزل الضوضاء ومنفذ IR الريموت او تشغيل الاجهزة المنزلية في البيت مستشعر بصمة وابتكال اداء سريع وموجود تحت الشاشة واداء يعتبر اداء كويس شاشة ريدمي نوت 13 برو تنتمي للفئة الرائضة شاشة مبهرة من ناحية الالوان والتفاصيل ونقطة انها مسطحة مش كيرفت بتخليها نقطة يعني تفضلية لكتير من المستخدمين الشاشة عملت او قولت بدقة الفولدش دي بتردد مية واشينيرتز وممتعة جدا وامنة جدا اسناء الاستخدام بدون فليكرينج زي ما احنا ملاحظين كده وكمان بشهادة امان العين من مؤسسة او معهد الطوف راينلاند موبايل ده مقامل غبار و13 مية بمعيار اي بي 54 مش معيار عالي وطبقة حماية جوريلا جلاس 5 على الشاشة يعني تعتبر خلطة يعني في فئة 13 تعتاشر الف جنيه تعتبر خلطة مثالية ودي نظرة سريعة على نسخة الاندرويد واصدار ميو اي فيرجن 14 همعيوب الاصدار ده هي عدم وجود مستشعر تقارب حقيقي المسؤول عن قفل الشاشة اسناء الاتصال ودي تعتبر حاجة يعني مبقتش مقبولة لان هنا مفروض يقف في مستشعر تقارب في التليفون عشان يدي اداء كويس شاومي عشان تمنع اللمسات الخطوة اسناء الاتصال يعني عشان ما فيش مستشعر تقارب حقيقي يعني فضت التلت الوسطاني من وجهة الاتصال او برنامج الاتصال بتاع جوجل واصبحت مختصرة بقائمتين هتقلب هتلاقي فيه اوامر تانية في الجزء التحتاني او التلت التحتاني كل الاجراءات دي عشان الاوامر تكون بيدا عن منتصف الهاتف وتكون بيدا عن خدك يعني وانت بتتصل فما يحصلش او تشغيل سبيكر او ما الى ذلك او تعمل المكالمة طب اخيرا معالج جهنها في الجهاز ده هو الهيليو جي تسعة وتسعين الترا لا ينتمي لفئة الفئة المتوسطة العالية ينتمي كاداء للفئة المتوسطة كاميرا ايسية بدقة متين ميجا بيكسل تعتبر اهم كاميرا في كاميرا تانية تمانية ميجا بيكسل الترويد وكاميرا ماكرو ملهاش استخدام فعلي او يعني تحسها ملهاش لازمة هي مجرد بس الشكل عشان تحسن التصميم ولما تهز الموبايل بالشكل انت شافه ده يعني هتحس ان في حرقة في الموبايل من الداخل ده غالبا ناتج عن وجود العدسة الكبيرة ولا انصحك ان تعمل حرقات دي حفاظا على كاميرا الموبايل كاميرا متين ميجا بيكسل بمعالجة الهيليو جي تساو السين الترا هتاخد بنا تفاصيل والوان ودينامي كرينج محترم جدا مع تثبيت فيديو قوي وهيشتغل بكفاءة معك كاميرا السيلفة ده اهم ممتاز واخيرا درجة شرحتين من نوع هايبرد سين بيضعم خطين او خط وكرت موموري والنسخة المتاحة في مصر حاليا هي 8.56 جيجا بدمان اصطافي متوفرة في سعر فوق 13 الف جنيه واطبر سعر مبالغ فيه انصحك تشتري لو توفر في فئة ال 12 الف جنيه يكون منافس لكتير من البدايل في السوق حاليا هو ينتمي لفئة الريد مي نوت 13 اللي عملنا الهاتير دون على القناة للريد مي نوت 13 والريد مي نوت 13 برو بلس فما فيش ده ان احنا نكرر الاجراء على الاصدار ده خاصة انه 4G شكرا لكم وإلى اللقاء السلام عليكم